بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة في برنامج جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الأولى باسمكم جميعا نبتدأ نرحب بأعضاء لجنة التحكيم في حكام التجويد أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا بكم وأيضا بلجنة التحكيم الصوتي أهلا ومرحبا بكم فتح باب الترشيح لهذه الجائزة لمدة شهر واحد فقط بلغ عدد المشاركات 2219 مشاركة في هذه الحلقة نستمع لمجموعة من القارئين أول هؤلاء القراء من دولة اليمن ومعنا محمد خالد ياسين محمد أهلا ومرحبا بك حياك الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات بطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ما شاء الله تبارك الله بارك الله لك في هذه القراءة مع لجنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي بسم الله الرحمن الرحيم المتسابق محمد خالد محمد بارك الله فيه تلاوة طيبة وأداء جميل عشنا هذا المقطع القرآني بصوته الندي الخاشع ولكن لابد من ملحوظات على تلاوته من الملحوظات المهمة حال الوقوف على الحرف لابد من تبيينه القيامة وكذلك لفظ الجلال في الله كذلك عندك حينما تريد أن تعطي مجهودا في الصوت فالسماوات أكثر من مرة كانت الألفات الحمد الطبيعي شابه شيء من التفخيم سماوة تكرر معك هذا الأمر كذلك حيث نشاء بالمد المتصل تساوي المدود لم يكن منضبطا عندك كذلك الهمس ضاع منك في بعض الألفاظ مثل فتحت يتلون فبئس مثوى الهمزة كانت مقلقلة شبه مقلقلة وكذلك لابد من إخلاص الضم يسبحون يسبح يسبحون هذه مجمل الملاحظات خذها بعين الاعتبار وتلاوة طيبة جدا شكرا لك عاوز أقول كمان حرف الصفير عندك في السين يعني فبئثة قرأت في حرف السين فبئثة وسلام كأنها ثاء كأن أخرجت فيها اللسان السين عندك ضعيفة جدا شكرا لك دكتور شيخ أبو عرقوم نأخذ أبو عرقوم في البداية في هذه الحلقة لديه في صوته قوة تعبيرية جياشة عظيمة جدا 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 حقيقة كمان بنفس القوة في التعبير لديه معرفة في المقامات وانتقال غريب جدا أنا أخذ لبي بصراحة فتح الله عليك شكرا لك شيخ بنون شيخ محمد ما أخذ على طبعا أحسنت طبعا أحسنت وصوت جميل ما شاء الله لكن أحيانا توظف المقامات في غير موضعها لما بدأت بالبيات أحببت أن تواصل في البيات حتى أنا أعيش معك لما انتقلت الانتقال السريع وصعت بي في مقام آخر يعني لما كان أرتاح يعني أخذني إلى مكان آخر أريد أنا هاديا الأمر الآخير وهو انتقالك لما بدأت وسيق الذين اتقوا ربهم يعني أنا أريد أن أسمع هذا يعني لما يساق المسلم إلى الجنة المؤمن وأنا مستبشر أما لما أقرأ في الصبا وسيق الذين اتقوا ربهم يعني كأن الحالة بائسة لا بالعكس أنا لازم آتي فيه فيه بضيف عليك يا شيخ محمد بارك الله في إمكانية صوت العالية اللي عندك عندك لهلأ بصراحة من المنتقاء يعني من تسابقين اللي قدموا أنت أكثر إنسان عندك الأداء التعبيري استغلت هذه النقطة استغلال طيب جدا يعني استطعت أن ترفع الصوت وتخفضه في أماكن يعني بحسب المعاني القرآنية وأدخلتنا فعلا معك في معاني الآيات يعني أنت فسرت الآيات دون ما تفسير سبحان الله بعذوبة الصوت وبالقراءة الجيدة بارك الله فيك شكرا لأعضاء لجنة التحكيم صوتي وشكرا لك قارئ المميز بارك الله فيك وننتقل من اليمن إلى سوريا ومع القارئ باسل مصطفى ريحة أهلا ومرحبا بك يا مرحبا حياك الله موفق إن شاء الله تفضل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسته الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم شكرا لك أيها القارب باسل بارك الله فيك نفى الله وبك مع لجنة التحكيم الدكتور أحمد عيسى المحصراوي تفضل ابن باسل بارك الله فيك يا باسل وبكم يا سيدي باسل أهلا وسهل نعم سيدي بارك الله فيك يا باسل وبكم شيخنا وفي هناك ملاحظات لابد أن ترعها في عين الاعتبار لأن هذه الملاحظات تعيب القرآن تماما أولا هناك قصور في الغنات يعني لا تقرأ بتوفيئة الغنات لابد أن توفي الغنات يعني المقادير الثابتة غير ثابتة عندك الملاحظة الثائرة كمان عندك بتقول يقوسة أو نصيرة ما تقولش نصيرة يقوسة لا يقوسة توقف على الهواء نعم الهواء يقوسة نصيرة مش نصيرة بقوسة يقوسة لا تمعن النظر كده في الألف هتجد أنك بتاكف علىها نعم كذلك للمؤمنين الكسرة في المكتبت مؤمنين متنفعش لا مش إها هو أهدى هو أهدى الهمز هنا حرف ضعيف همز مستفل الهمز حرف ضعيف يا ربولد د إذا وأنت حقك هو أهدى مش كدة دCanل максим فضله ما تقولش فضلى إلا من هنا مستفلة Tina المل Linz مركقة حبيبي ماشي وإلا رحمة كمان كانت مش جميلة منك إلا رحمة من ربك ألف طبيعية لازم تاخد حركتين مريح إلا رحمة وبرك الله فيك يا شيخ باسل ونافع شكرا لك دكتور أحمد وإلى لجنة التحكيم صوت الشيخ محمد مكي أحسنت أخي باسل جزاك الله خيرا طبعا بداية كانت جميلة والثالثة غير أنك لما ارتفعت للجواب هذا الارتفاع كان مرهقا عليك لو أني لم أنظر إليك واستمعت فقط بأذني يعني أجد بعض الإرهاق لكن لما أنظر إليك أجدك مرهقا تماما يعني كان في تأثر قراءتك طيبة وجيدة لا شك بالمجمل لكن هذا الارتفاع في الجواب أثر بالضغط على الحنجرة مما أثر سلبا في أدائك وفي جودة الحر شكرا لك شيخ محمد مكي جزاك الله خير وشكرا لك أنت مبارك سلام عليكم موفقون إن شاء الله سلام عليكم موفقوا إن شاء الله من سوريا مشاخدين الكرام إلى الأردن ومع القارئ صهيم سعيد بكر حسن حياك الله وأهلا وسهلا بك يا مرحبا حياك الله موفق إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نية يرجون تجارة يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ افْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدَخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ إن رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم القارئ صهيب سعيد بكر من الأردن شكر الله لك على هذه التلاوة الجميلة والآن مع لجنة التحكيم الشيخ عبد الرشيد صوفي تفضل فتح الله عليك يا صهيب قراءة محكمة مجودة ولا تكاد تذكر شيء من الملاحظات كلمة علانية كأن الياء خرجت منك ثقيلة شوية وكذلك الله في شكور عند وقفك عليها كأنها زيادة في التكرار ومع ذلك فقراءة ما شاء الله مجودة محكمة زادك الله من هذا الإتقان وكثر من أمثالك آمين سيد عاصم البني تعليقك بارك الله فيك صهيب قراءتك رزينة حلياتك جميلة متزينة مرتبة ينقصك التدريب على الأبعاد النغمية يعني لما تتقل من نغمة لنغمة مثال مثلا ومنهم سا شفت هذا الانتقال أحيانا بيكون عندك في مشكلة فيه بالتون في النغم فيه خلل أيوة فحاول تعالج هذا الشيء في الاستماع إلى خراء يعني تحبهم والتركيز أيضا على الركوز عندما تنتقل الركوز ركز على النغم هنا أيضا أن لا يخرج منك لكي لا يؤثر على قراءتك بشكل كامل وغير هذا يعني ما شاء الله عليك شكرا لك سيد عاصم وشكرا لقائرينا صهيب موفقون إن شاء الله وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام ننزل معكم لكن بعد الفاصل كنوا بالقرب أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى المتسابق الذي معنا في هذه الحلقة القارئ ثناء الله عبد الله من باكستان أهلا ومرحبا بك يا شيخ الله الله يا حياك الله يا مرحبا تفضل شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أمقرأوا كتابي إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوفُ هَادَانِيَةِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول فيقول يا ليتني لم موت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمُ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمُ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ شكر الله لك شيخ ثناء الله عبد الله على هذه التلاوة الجميلة ونستمع للجنة التحكيم الشيخ محمود العكاوي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم حقاً الشيخ ثناء الله زين القرآن بصوته زين القرآن بصوته على اسم هذه المسابقة مسابقة كتارة زين القرآن بأصواتكم ولكن لا بد من تنبيه القرآن يبقى غالب مهما أوتي الإنسان من العلم يبقى القرآن غالباً على أي لسان عربي من الملاحظات الحقة ما الحقة حينما مددت هذا المد الكلمي المثقل حال انتهائك من المد تفخم الحرف الحاق هكذا تكون الحاقة كما ابتدأت تنتهي بها وكذلك حروف التفخيم خصة ضغط انقيض احرص على تفخيمها من حيث حركاتها فأخذهم أخذة تخفى وهكذا ظننت وكذلك قطوفها دانية هنيئاً بما أسلفتم هنيئاً لم تبين الهمزة الهمزة حرف شديد أجد قط بكت كانت شبه يعني ضعيفة معك الهمزة سلطانية اللام لم تكن واضحة فغلوه فصلوه فصلوه لم تكن مضمومة ضماً صحيحاً فغلوه وهكذا باقي الحروف وكذلك ذرعها احرص على تسكين الراء من غسلين بين الحرف المظهر من غسلين الميم على حدة والغين على حدة فتح الله لك شكراً الله لك شيخ محمود ننتقل إلى لجنة التحكيم صوتي شيخ بوهلول تفضلاً سيد ثناء الله بن عبد الله أحسن الله إليك ما شاء الله ما شاء الله في التعبير ما شاء الله في جمال الصوت ما شاء الله بس نحن في القرآن حينما نعايش القرآن أشدد على خاصة الذين يمتلكون جمال هذا الصوت أشدد على حاجة اسمها أو مبدأ اسمه المواكبة يعني قريبة من التعبير حينما الصورة اسم من أسماء يوم القيامة الحاقة ما الحاقة فيها انتقال لأهوال القيامة وعلمات قيام الساعة ثم ينتقل بعد ذلك إلى حال نعيم أهل الجاء أصحاب الجنة وحال أصحاب النار مواكبته في قيام القيامة كانت طيبة ولكن حينما بدل الموضوع حينما دخل في نعيم أهل الجنة لم تكن مواكبة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول قرأها قراءة مخفضة فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أن لا 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 هذا حال الحزين لا فيقول ها أم قرأوا كتابي يا ريتك عدت في المستوى العالي إني ظننت أن ملاقم حسابي يا ريتك عدت كده قرأت نعيم أهل الجنة قرأته مخفضة هذا الذي ملاحظ عليه وفتح الله فتح الله عليك من وجهة التحكيم وشكرا للشيخ ثناء الله أهلا ومرحبا بك موفقا إن شاء الله ومن باكستان إلى مملكة البحرين ومع القارئ عبد العزيز يوسف علي الذوادي أهلا ومرحبا بك شيخ عبد العزيز أنا رتو شرفت تفضل موفقا إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العذاب ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بارك الله لك شيخ عبد العزيز في هذا صوت الجميل لداء الطيب نستمع للجنة تحكيم دكتور أحمد المصراوي أقول للإبن عبد العزيز أن الأصل فكرات القرآن التلقي والمشافة من أوفايا المشايخ وحسب ما تلقينا من مشايخنا عن مشايخ إلى سيدنا رسول الله ننطق اللبضة القرآني بصيغته التي كرئ بها فأقول لك لا تكرأ ربكم المتكب عليكم 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 ربكم هكذا ينظرون ما تقولش الغنة تبع للحرف الإخفاء فتفخم حسب الحرف أو لا تفخم حسب الحرف الذي يلي النونس ساكنة ووضع الوه هنا في الأول غير ووضع وضع ثمان وجيئة كسر الجيمة لم يكن جيدا وجيئة لا وجيئة وجيئة بالنبيين لا يظلمون تقولش لا يظلم يعني إضاء عندك لم تكن مفخمة كما ينبغي وفتح الله عليك ونفع بك يا شيخ عبد العزيز اللهم أمين شكر لك يا دكتور أحمد الشيخ محمد مكي تعليقك على القراءة أحسنت أخي عبد العزيز الصوت ما شاء الله جميل وتلاوة جميلة لكن أحببت أيضا أن تنتقل بنا حينما انتقلت من أول الآيات ونفخ في الصور هذا الموقف المهيب عندما أتيت إلى الآية وأشرقت الأرض بنور ربها كنت تقرأ مثلا كنت تقرأ في الكرد تقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هذه نهون لو قرأت وأشرقت الأرض دخلت على مقام مثلا آخر أو نفس لكن عيشني في الآية مثلا أيها عبرت أن مقام جميل مقام فيه وأشرقت الأرض بنور ربها يعني شعرت أنا شيء جديد أيضا كمان لما بدأت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا هذا ذلك أو تلك لما يساقون إلى النار غير أنسا لما يساق إلى الجنة وهو يعني مستبشر بارك الله شكرا لك شيخ محمد بأقل من دقيقة بأقل من دقيقة أقل من تانية فمنيت القراءة أقل سرعة فضل استاذ الله يتك بالنسبة للذي يقرأوا في مقام الكرد هاي هي المشكلة التي تحصل معهم أنه ما في تنوع بيصير بالقراءة فحاول أنك دائما تقرأ في هذا المقام ثم تنتقل إلى مقامات أخرى شكرا لكم شكرا لكم وشكرا لمتسابقنا القارئ عبد العزيز ذوادي أهلا لهم مرحبا بك شكرا لأعضاء لجنة التحكيم وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام صدق النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن ورزقنا حسن التدبر وفهم المعاني نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون